فيه مبارح خنائة النهاردة شايفها على البردو اللي تسبوك بين ناس شغالين في خدمة عملة في شبكة فودافون وناس وواحد مواطن يعني عميل معرفش انا ايه اللي جالي ربطت بين الفن ده المهرجانات وبين الخنائة معرفش ايه اللي خلاني يعني بالتأكيد الناس دي بتشوف مهرجانات يعني عادي يعني بس دي صورة رضيئة جدا لا لا شيل يشيلوا الكلام ده كل المجتمع عصبي والمجتمع متوتر نتيجة حاجات كتير المدخلات اللي بتخش في دماغ المجتمع وفي وجدانه ممكن يكون مسلسلات مش عارف موتة وبوتة والكلام ده والضرب وكل واحد اخد حقه بدراعه وسيف وسينجة ومطوة وغيره ده بينتقل الاطفال ماينفحش يا جماعة ماينفحش يا جماعة يعني انا مصري كانت يعني الفن الراقي الفن الراقي الحقيقي اللي كان موجود الموسيقى اللي بتسموا بالروح يا جماعة لسه النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي دلوقتي حالا باتكلم معاكو بيفتتحوا مدينة الفنون قاعة الموسيقى في العاصمة الادرية الجديدة يا جماعة دلوقتي اهو يا جماعة شايفين فين يا جماعة شايفين الصورة دي دي دلوقتي حالا دي دلوقتي حالا في العاصمة الادرية الجديدة دلوقتي وانا بكلم حضراتكم قاعة الموسيقى بمدينة الفنون في والثقافة في العاصمة الادرية الجديدة لما تيجي تشوف التنطيط والضرب والخبط وقلة الأدب والرزة في المهرجانات ما تعمل يا أخي أغاني مهرجانات باحترام يا أخي اعمل أغاني مهرجانات باحترام وأزواق الناس ناس مو بها وكمان أنا مش أختار لناس أنا ما ينفحش راح أختارها وأقولك اسمها إيه عيب ما ينفحش أقولك ارتقب زوءك أقول عيب كل واحد عنده ما يشبع يعني رغباته الموسيقية دي حرية فعلا لكن بقول يا جماعة الطيار العام في مصر يجب نحترمه يجب نحترم الطيار العام أنا بقول تاني الزوق العام والطيار العام من يحكمه ويتحكم فيه هو نفسه احنا بننير الطريق وبنقول وبنوضح وده شغلنا وده دورنا لكن احنا لنا نحاز أنا بقول تاني أنا ببص لزاوية إيجابية أن فيه حراق مجتمعي بين مؤيد ومعارض يعني فيه قضية يعني نتكلم فيها نتكلم فيها بتجرب دون مصفحة شخصية ودون تجريح للآخرين أحترم رأي كل واحد ده بقول آه وده بقول لأ احترم من رأي اللي بقول آه ولي بقول لأ لأن ده عنده دوافعه وده عنده وفعه لأنه بتجرد في النهاية في النهاية احنا عايزين ايه عايزين ايه عايزين فن راقي يليق بمصر يليق بالمصريين والله 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 احنا عندنا أزمات ومشاكل وتحديات تنؤ بحملها الجبال والأمور دي رغم أن هي تبدو سطحية إلا أنها بتؤثر في قضية الوعي العام